تابع الوحدة الخمسة نظام تكاليف المراحل الإنتاجية مثال 3 إذا علمت أن المرحلة الأولى بدأت بتشغيل 10,000 وحدة وأن الوحدات التي تمت خلال المرحلة 8,000 وحدة والباقي وحدات تحت التشغيل بمستوى إتمام 60% وقد كانت نقطة إضافة المواد وتكاليف الفترة على النحو التالي المادة ألف كانت نقطة إضافة المادة ألف هنا في نية المرحلة المادة به كانت تضاف عند 80% لما المستوى الإنتاج يوصل 80% المادة جيم كانت تضاف في بداية المرحلة بالنسبة للتكلفة تكلفة المادة ألف 12,000 المادة باء 8,000 المادة جيم 8,000 تكاليف التحويل 23,000 المطلوب تصوير تقرير إنتاج وتكاليف هذه المرحلة الحل أنا عندي المعطيات عن المرحلة الأولى بس سهم هنا الرسمة سهم قط التشغيل بالمرحلة المرحلة الأولى بتبدأ بصفر في المية وتنتهي عند مية في المية عشان احنا في المرحلة الأولى فاللي بدأنا به 10,000 وحدة دي وحدة بدأت عليها التشغيل 10,000 وحدة بدأ عليها التشغيل مثلا ما نهاش وحدات مستلمة لأن احنا في مرحلة أولى لا يصبقها مراحل عشان نقول مستلمة وعند صفر في المية اللي كان تم 8,000 وحدة اللي تمت والباقي ما بين العشرة تلاف والثمان تلاف ألفين وحدة تحت التشغيل لأخر مدة كان عاطيني مستوى إتمامها 60% المثالين اللي فاتهم مثال واحد ومثال اثنين كان بيعطيني مستوى الإتمام لكل عنصر من عناصر التكاليف هنا عطاني بس نسبة 60% وسيكت 60% دي بتكون لتكاليف التحويل من غير ما يقول لما ما يقولش يبقى المقصود بها 60% نسبة تمام تكاليف التحويل اللي هي قد تكون متفصلة إلى وجور مباشرة وتكاليف غير مباشرة ده خط التشغيل بالمرحلة المادة باق كان قيل تضاف عند مستوى إتمام 80% يبقى عند 80% تضاف المادة باق بعد ما رسمنا الرسمة نبدأ نحدد مدخلات المرحلة ومخرجات المرحلة مدخلات المرحلة تحت التشغيل أول ما فيش عندي 10 تلاب بدأ عليها التشغيل مخرجات المرحلة كان عندي 8 تلاف وحدة تامة كان عندي 2000 اللي هم وحدات تحت التشغيل آخر المدة مجموع مدخلاتي زي مخرجاتي الآتي تقرير إنتاج وتكاليف المرحلة الأولى والهي التقرير الشامل للتكاليف التقرير بيمر بخمس خطوات قد الخطوة الأولى الانتاج الفالي وحدات تامة 8000 تحت التشغيل آخر مدة 2000 مجموحهم العشر تلاف لا تنسى أن دول اللي جبناهم من الجدول اللي فات اللي هو جدول من المخرجات اللي هو دول المخرجات أبدأ بقى الانتاج المتجانس عمود الانتاج المتجانس عدد أعمدته خطوة الانتاج المتجانسةinstall الخطوة رقم 2 عدد الأعمدة هنا متوقف على عدد عناصر التكاليف كان عندي المادة ألف وعند المادة باء وعند المادة جيم وعند تكاليف التحويل يبقى إنا عندي عنصر مواد وعنصر تكاليف تحويل لكن المواد جاية متصنفة إلى ألف وباء وجيم يبقى كل مادة من المواد نضيف لها عمود ونبدأ ننزل بقى الانتاج الفائل اللي كان عندي أبدأ بالوحدات التامة أنزلها 8000 طبعا أي تامة 100% على طول أي تامة وبالتالي على مستوى المواد المادة ألف 8000 100% 8000 المادة بقى 8000 100% 8000 المادة جيم 8000 100% 8000 تكلفة تحويل 8000 يبقى كله ترى في 100% تحت التشغيل آخر المدة ألفين اتحسبوا ازاي عشان نحدد الألفين بالنسبة لتحت التشغيل آخر المدة نحدد عدد وحداتها للمادة ألف والمادة بق والمادة جيم وتكاليف التحويل لابد أن ننظر لخط التشغيل بالمرحلة لازم نرجع لخط التشغيل بالمرحلة ونقول الآتي نرجع مع بعض لخط التشغيل بالمرحلة المادة ألف تضف فين تضف في نهاية المرحلة هو تحت التشغيل أخي المدة كانوا كام 2000 ظهرين عند كام 60% أحط ألمي عند 60% اللي أنا عايز أحاسب عليها واسأل نفسي سؤال المادة ألف أضيفت قبل الألم ولا بعد الألم ده هنا الألم المادة ألف نضافت قبل 60% ولا بعد جد بعد لو بعد معناها إن الوحدات تحت التشغيل أخي المدة داي لسه ما نضف لهاش ألف يبقى في الحالة دي نضرب في 0% يبقى المادة ألف ما أخذتش لسه طب مرة تانية نحط الألم عند 60% طب المادة بقى نضافت قبل 60% ولا بعد 60% جد برضو بعد 60% يبقى برضو ما أخذتش يبقى 0% يبقى المفروض الألفين دي تنضرب في 0% طب المادة جيم أحط الألم عند 60% عند 60% المادة جيم أضيفت قبل 60% ولا بعد 60% المرة دي أضيفت قبل 60% يبقى معنا ذلك إن الألفين جايين متحملين بالمادة جيم بالكامل يبقى المفروض ألفين تنضرب في 100% طب التجاليف التحويل أضرب الألفين في 60% الألفين في 60% يبقى مرة أخيرة إن المفروض أنا عايز أشوف الوحدات سطر الوحدات تحت التجيل أو المدة في الإنتاج المتجانس في الخطوة الثانية السطر ده أقف عنده المادة الخام لو أضيفت قبل 60% أضرب في 100% لو أضيفت بعد 60% أضرب في 0% طب بالنسبة لتكاليف التحويل يبقى الألفين تنضرب في 60% نطبق الكلام على الخطوة الثانية اللي كنا فيها بالنسبة لي الوحدات تحت التجيل آخر المدة 2000 المادة ألف لما بصنا للرسمة لأن المادة ألف أضيفت عند 100% يعني بعد الستين عشان كده ضربنا الألفين في صفر بصفر طب المادة أبقى لما بصنا على الرسمة لأن المادة أبقى تضاف عند مستوى إتمام 80% يعني بعد الستين بعد آخر المدة يبقى برضو نضرب في صفر المادة أجيم لما بصنا على الرسمة لأن المادة أجيم تضاف في بداية المرحلة يعني تضاف قبل الستين في المية لأن هنا خلي بالك تحت التشغيل لو بصنا الرسمة تتظاهر عند الستين في المية فالمادة أجيم لما انضافت قبل الستين في المية فخلاص يبقى خدتها بالكامل يبقى ألفين في المية في المية في المية بالفين طب بالنسبة التي تكاليف التحويل أضرب الألفين في النسبة اللي ظهر عندها هي تظهر آخر المدة تصار عند الستين يبقى ألفين فيmodها تطلع ألف ومتين وجمع مجموعة المادة ألف 8000 المادة باء 8000 جيم 10,000 تكلف التحويل 9,000 ومتين بعد كده الخطوة رقم 3 إجمالي التكلف دي ما فيش فيها حاجة دي معطى بالكامل المادة ألف كانت معطى بـ 12,000 المادة باء معطى بـ 8,000 المادة جيم 8,000 تكلف التحويل 23,000 أجمع يبقى 51,000 الخطوة الرابعة رقم 4 اللي هي متوسط تكلفة الواحدة من المادة ألف حقسم الـ 12 تكلفة المادة ألف على الإنتاج المتجانس 8,000 يطلع 1,5 المادة باء كان تكلفتها 8,000 والإنتاج المتجانس اللي باء كان 8,000 بـ 8,000 على 8,000 فها الواحد المادة جيم كان تكلفتها معطى هي بـ 8,000 وكان إجمالي الإنتاج المتجانس لعمود جيم كان 10,000 يبقى 8,000 على 10,000 فيها 8 من 10 تكاليف التحويل كان تكاليف التحويل معطى بـ 23,000 وكان عمود تكاليف التحويل في الإنتاج المتجانس كان مجموع الإنتاج المتجانس للتحويل 9,000 أقسم 23,000 على 9,000 يبقى 2,5 ريال الخطوة الخمسة رقم خمسة رقم خمسة المادة ألف المادة بـ المادة جيم تكاليف التحويل إجمالي وحدات تامة على مستوى الوحدات التامة على مستوى المادة ألف كان 8,000 يبقى 8,000 تنضرف لـ 1,5 يبقى يطلع 12,000 طب بالنسبة للوحدات التامة على مستوى المادة بـ الوحدات التامة في الإنتاج المتجانس على مستوى المادة بـ كان 8,000 وكانت تكلفة الوحدة واحد 8000 في 1 ب8000 المادة جيم كانت الوحدات التامة في المادة جيم 8000 وكانت تكلفة الوحدة 8 من 10 8000 في 8 من 10 6400 تكاليف التحويل كانت الوحدات التامة في الإنتاج المتجانس على مستوى تكاليف التحويل كانت 8000 وتكلفة الوحدة 2.5 8000 في 2.5 ب20 ألف إيه الإجمالي نجمع تكلفة المادة 1.12 ألف تكلفة المادة باق 8000 تكلفة جيم 6.400 تكاليف التحويل 20 ألف إيه الإجمالي 4.400 نجي نشوف تكلفة الوحدات تحت التجيل آخر المد كانت للمادة ألف تحت التجيل آخر المد كالمادة ألف 0 0 وتكلفة الوحدة 1.5 0 1.5 المادة باق كانت الوحدات تحت التجيل في الإنتاج المتجانس كانت صفرة في المادة بقى كانت صفرة وتكلفة الوحدة كانت واحد صفر في واحد بصفرة بالنسبة لتكاليف المادة جيم كانت الوحدات المتجنسة على مستوى المادة جيم كانت 2000 لما ضربنا 200% بـ 2000 2000 في 18 من 10 اللي هي تكلفة الوحدة للمادة جيم يبقى 1600 تكاليف التحويل كانت الوحدات تحت التجهيل المتجنسة في الانتاج المتجنس على مستوى تكاليف التحويل 1200 في 2.5 ب3000 ونجمع يبقى 0 زائد 0 زائد 1600 زائد 3000 يبقى 4600 نجمع عمود المادة 1000 12000 هو نفس الرقم اللي كان معطى تكاليف 1000 نجمع عمود المادة باء 8000 هو نفس الرقم اللي كان معطى تكاليفة باء عمود المادة جيم مجموعه 8000 نفس الرقم اللي كان معطى جيم عمود تكاليف التحويل 23000 نفس الرقم اللي كان معطى تكاليف التحويل بـ 23000 والإجمالي 51000 هو الإجمالي 51000